لازم يقفيه استراتيجية ان انا النهاردة لازم اطلع شباب لازم اطلع حراس المنتخب الولمبي النهاردة شفنا مصطفى شبير من الحراس ان انا بتكلم عن مصطفى شبير لي لان هو شاب خد فرصته وتعامل كويس جدا وشجاع جدا ويعني عدا مواقف صعبة جدا 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 اختبارات صعبة جدا جدا اولهم اول اختبار هو ان هو كان فيه كلام كتير جدا ان هو مصطفى شبير وكلام كتير جدا عن كتير شبير لكن هو انا عجبني ان هو فصل تماما دماغه عن اي شيء وابتدى يستنى فرصة اتحط بقى واشتغل اميده في موقف صعب جدا اول موقف صعب جدا لي النهاردة مش هقولك نهائي كاس افراقيا قدام الوداد اول اختبار لي صعب كاس مصر ليه كاس مصر لان طاعتها كان فيه كلام كتير جدا للمصطفى موجود عشان خاطر كتير شبير وتأيد عشان خاطر كتير شبير وعايزينه مكان عالي ومكان حمزة ومصطفى عشان هو ابن كابتن شبير لكن النهاردة لما لعب ماتش وكانت ناس كتير جدا ما تعرفوش ناس كانت بتحكم عليه هو ما شاهدوش مستوى انا واحد من الناس استقلت مع كابتن شبير عليه وكنتش شفته لكن اول اختبار ليه كان فعلا هو كاس مصر عمل ماتش كويس جدا قدام الترسنة ابتدى يشتغل في محشات الودية ابتدى يشتغل شخصيته شخصيته جوه الملعب وبرا الملعب يسمع وعندوش مشكلة ان هو النهاردة ما تيجي ميدو يقول له معلومة او امير وغيره اه يعني عايز اقولك ان انا على طول بكلمه وعلى طول يعني بيسمع لاي حد بيتكلم في الكرة ما عندوش مشكلة في الحتة دي طب امير ايه الحلول يعني احنا النهاردة هل اول حاجة انت شايف ان الانسب هو ابو جبل ان هو كان يبدأ وقعيا 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 ابو جبل لان ابو جبل فيه ناس كتيري جدناكت عمها تقول ان هل عواد كابتن صعفان بيحب عواد طب مصطفى شوبير بقدم مستوات كويسة هل مصطفى يخش طب مهدي ماشي كواس في الدوري طب هو كابت حسام حسبها من حاجة ان هو كان واقعي انها رضى ابو جبل وحيدي لكمبيلا لعب كاس افريقيا لعب بطولات قبل كده عنده خبرات دولية اكتر واحد عنده خبرات دولية في الحراس اللي موجودين اخر واحد شارك مع المنتقب طب ماشي جاء رأيك هتمسك بالبدء بابو جبل ولا ممكن نشوف تغيير ده اكيد هتمسك بابو جبل لأسباب كتير جدا اول وقت اذا ما قلت لك هرجع لكلامي في الاول الحلقة ان كابت حسام حسام فالنهاردة هو كسب بناس معينة النهاردة ابو جبل كان موجود وكان بقدم مستوى كويس ومستوى كان ثابت فبالتالي هو هيكمل به التغييرات اللي عاملة كابت حسام تغييرات لظروف الإصابات ولكن اي حاجة تانية لأ إصابات بس اللي ممكن يعمل في التشكيل لكن هو يلعب بنفس السيستم ويلعب ابو جبل اكيد مش هيقير في الحتة بتاعت حرصة المرمى دي يعني طبعا هرجع تاني كمان الحتة كانت فيها الحلول ايه الحلول انها النهاردة لازم يبقى عندي قاعدة من حراس يبقى عندي حراس كتير ودي فرص واشتغل ما عدش اسمع للإعلام هياخد مين هياخد مين هياخد مين انت النهاردة ممكن اقول مثلا صبحي فجأة صبحي مش موجود بين عواد معين انا كنت عارف ان عواد هيروح منتخب وعارف ان عواد هيلعب الكاس لان النهاردة جاهزة فعلا اكيد فيه تواصل بين الباب ليه كنت عارف بسبب وجودك بتانسعفان بنسبة كبيرة بنسبة 80% وجودك بتانسعفان هو عنده قناعة بعواد عنده يعني فكرة عن عواد مره عن عواد من هو صغير عارفه وبيحبه وعواد كمان جور كويس على فكرة عواد من الحراس الممتازين احنا مش قاعدين نحكم على حد بانه هو ما كانش موفق في مطش او مثلا قدم مستوى وحش في مطشين لكن هو عواد من حراس المهمين حراس الممتازين اه ما كانش موجود في المنتخب فترات كبيرة جدا ليه سوق السبات السبات اللي جازل فاني سبت النهاردة عواد ولا سبت صبحي ولا كان يسبت جنش قبل كده ولا يسبت ابو جبل كان فيه مشكلة كان فيه مشكلة كبيرة جدا في الناس زمالك كان عندهم اربعة حراس مر مع اسامة كبيرة وبيلعبوا ايام جنش وايام عواد وابو جبل كان الوحيد صغير هو كان صبحي وراح فارقه اعارة فبالتالي اه انا كنت عارف ان يعني عواد عواد هيكون موجود ابو جبل هو عواد على فكرة انا بس اعايز اقولك ان عواد الفترة الجافة زمانك هيلعب 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 زمانك قلت ان هو هياخد اولا هو دولي في المنتخب دلوقتي طبعا ان هيرجع يلعب تاني حاجة عواد يعني فيه كلام ان هو هيجدد مش هجدد صبح هيجدد مش هجدد انا رأيي انا رأيي ان نادي الزمالك تمسك بالتنين محمد صبحي وعواد ولازم فيه حارس تاني وانا عارف ان هو بيدوره حرس الشاب وعارف مين الحرس الشاب وعارف في نادي الزمالك كلموه على فكرة ومحتاجينه عارف مين الحرس وعارف نادي الزمالك كلم الحرس ده هو شاب هل الحرس ده انت فرقك ان هو يقدر ان هو يبقى الحرس الاول لنادي الزمالك الموسم القادم ولا محتاج وقت ممكن القادم وممكن يبتدي ياخد من السنة الجديدة يبتدي ياخد لان هو سن صغير وحارس موهوب وحارس وعد وانا عارفه كويس ولعب منتخبات ناشئين واعتقد ان هو يعني لعب دولي ان هو صغير فبالتالي نادي الزمالك بص انه يبقى ليه مستقبل وفيه حراس مرمى على فكرة في 2009 و2008 حراس مرمى ممتازين دول هيبقوا المستقبل لنادي الزمالك صغيرين بس أنا أقصد ان هتبقى فيه استراتيجية كويسة كابتن عمد المندوق عملها في نادي الزمالك وكابتن عادل المأمور اعتقد ان دي هتنفع نادي الزمالك في المستقبل لكن انا شايف ان وجد نظري ان نادي الزمالك لازم نادي كبير فلازم يبقى عنده حراس مرمى ممتازين وكبار يشيلوا النادي انه هفضل لازم يتمساكوا يعودوا مع صبحي وعواد يجدده لان فيه كلام كتير هل عواد هيمشي الرأس سعودية هل صبحي مش هجدد هيرفع حتة تانية ولا هيستنى طب هل المشاكل اللي مروا بيها عواد وصبحي هتخليهم يفكرون ان هم هيكملوا ولا لا في مشكلة هتقابل نادي الزمالك لو نادي الزمالك مجددش لعواد وصبحي هتبقى مشكلة كبيرة هو الأكيد يعني ان هو هيجدد لحد من نوع يعني وزيما انت بتقول ان يعني بالتفكير يعني خارج الصندوق بالنسبة لان موضوع المركز عراسة المرمى محتاج شوية تفكير خارج الصندوق في الموقف اللي بيمر بيه زمالك صحيح محتاج ان ان يكون فيه ثقة في حارس مرمى شاب زي ما انت قلت ان هو هتطور وان هو مع التدريب هتطور ويتطور وان هو مع المشاركة هتطور شكلك عارفه هم يدور اه طبعا لا يعني انا مؤمن بالفكرة دي مؤمن ان لازم لازم تخرج برد الصندوق عشان تجيب جوركيبر كويس صح يعني اللي هو يكون عنده الاساس صح بيلعب برجله كويس يكون محترف عنده استعداد ان هو يتعلم عنده شخصية شخصية كبيرة يميدون لازم الحارس مرمى او اللعيب لازم يكون عنده شخصية ان يلعب نادي الزمالك نادي الاهي نادي كبير وده بيفرق معاه جدا جدا اللاعب نفسه في المواقف اللي بتعدي بها زي الشناو مثلا شناو زي ما قده بشكل كويس لكن مر بتخبطات لكن هو لما بيلعب ويغلط بيلعب عمل خطأ كبير الشناوية شخصية انا بقى شايف ان الامتداد للشناوية هيبقى مصطفى شبير لانه شبير موهوب عنده شخصية عنده شجاعة وبيتطور فاعتقد ان مصطفى شبير هو اللي هيبقى جاي لكن انا شايف نجة نظري ان لازم فيه استراتيجية لازم فيه قاعدة للحراس مرمى ويطلعوا شبابا عندي ان هذا المتخب اللي يلازم نطلع وده المستقبل اللي جاي صحي وطبعا يعني مركز حراسة المرمى دي زي ما كابتون امير بيقول محتاج ان انت تشتغل عليه تشتغل ليه من الناشئين وتتطلع على عيبة ومحتاج انا في رأيي برضو امير ان احنا بلازم من المدربين اللي جوان الكبار في مصر يعودوا يعملوا اجتماع مع بعض ويعودوا مع بعض في اتحاد الكورة ونحاول ان احنا نرجع للمدرسة بتاعتنا في تدريب حراسة المرمى يعني المانيا مثلا عندهم مدرسة عندهم مدرسة في تدريب حراسة المرمى هتلاقيهم كلهم بيصدوا برجلهم في الانفراضات بيستخدم رجلهم زي الهاند بول دي مدرسة تدريب هتلاقي كل المدربين بتاع في الاندية كلهم وفي المنتخبات الناشئين والشباب بيشتغلوا بالاسلوب ده مفيش حاجة ان ان انت تنزل تنام على قرى متشاط بيقول عليها النجمة بلوك النجمة لأ النجمة في الانفراضات اكتر لأ انا بتكلم ان حتى كمان امير الجوان الالمان ما عندوش منع ابدا ان ايه شاطة متشاطة مسلا من عنده نقط بيطلع برجلو ما عندوش فكرة ان ايه ان انا انزلها هم بيتربوا زي الجوان الاند بول من هم عندهم اصلا شفت يعني بيشتغلوا معهم ازاي هم بيشتغلوا معهم زي جوان الاند بول انت تطلع تقفل ونفس الكلام طبعا في الانفراضات ما بينزلوش بدري بيفضلوا واقفين بيكبروا نفسهم بيشتغلوا معهم